أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدامة من خلال تعزيز الاستثمار والصادرات في هيكل الاقتصاد أضف مدبولي أمام القامة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي أن الدولة تعمل على تعميق وتحفيز التصنيع المحلية كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي يتم تبنيها مؤخرا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتسهد في مصر وفي سياق استراتيجية الزكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة